طيب يعني يعني عايزة عارب برضو لسه شفتن برح المطش ازاي واحنا شفنا ان قطر خسرت امام الاكوادور 2-0 فهل تقدر قطر في اللي جاية تتدرج الامر امام يمكن السنغال وهولندا وجيت نظرك ايه الامور صعبة قطر اول مرة تشارك في كأس العالم قطر لسه حتى كنت بكلم قبل الهواء بقول انه لا العيبة زهقت مش هقول زهقت من بعض بس زهقت لانه المعسكر طويل للامد سنة ونص انت بتقولها صحيح وشاركوا فيه الكأس الذهبية اللي هي بطولة امريكا الشمالية لكورة القدم شاركوا فيه بطولة امريكا الجنوبية لكورة القدم الكوبة امريكا مقبل الاخيرة شاركوا فيه تصفيات اوروبا المؤهلة للنهائيات كأس العالم لانهما بشاركوش في النهائيات معدل مباراة كبير جدا معسكرات طويلة جدا يعني انا اريد افهم منك حاجة يا فهي انهم بقى لهم سنة ونص بيلعبوا بس يعني يعني مطشط ليها علاقة بكاس العالم مش بالذات منتخب متجمع مش لوائدي يعني لا 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 العيبة نفسها حتى الدوري يبتدى الدوري كاترة هما كلهم حاليين بالمناسبة ما فيش محترفين ما بيلعبوش مع اندياتهم الدوري شغال وهم متجمعين مع المنتخب سانشيز المدير الفاني الاسباني مجمعهم على فترات مش متبعدة دايما متجمعين مع بعض من اجل المونديال الضغط الكبير الضغط الذهني اللي موجود الحضور الكبير من قادة العالم اللي موجودين في استاد البيت اللي احتضن الحفل الافتتاح والمبارأة الافتتاحية الضغط الجمهيري الكبير اللي هو موجود على الفريق قطري فريق قطري ما ظهرش مثلا ب 40% مثلا مما أنجزوا في 2019 على الأراضي الإماراتية لما حقق لقب كأس أسيا وكان لمرة أولى وكان بشكل خرافي واستثنائي وخيالي لما فاز على اليابان في الفاينال فلا هم اللعيبة وعندهم خبرات ولكن مع الضغط اللي موجود فصلوا بشكل أبخر حتى 30 ديال الأولى المنتخب الإكوادوري كان عنده الخبرات وكلمنا حتى قبل كده عن الإكوادور سرعات هجمات مرتدة عندهم فالينسيا هذا الرجل الذي سجل هدفين خلال المباراة حده في الدوري التركي وبرضو كنت بكلم قدل هو فكرة أنه جودة الكورة في كأس العالم 2022 هتكون أعلى يمكن من بقوص العالم لأنه كمان الدوريات شغالت فانت جايب العيبة في نص الموسم حتى ما وصلوش نص الموسم احنا بنلعب دوري الإنجليزي للموسم الأربعة عشر الدوري الأسباني للموسم الأسبوع الأسبوع الأربعة عشر في دوري الإنجليزي فالفكرة أنه العيبة كلها رجليها في الملعب صحيح فهنشوف جودة الكورة مختلفة انبارح كان فيه كوميكس وكان فيه تعليقات كتير جدا على السوشيال ميديا بخصوص حكم المبارمة بين الإكوادور وقتر حسك هتتحك قولي اللي حصل لا بس شوية لأنه هو حكم إيطالي الإيطاليين شوية عندهم عنف كده فيه التعامل حتى مع الكروت ليه ليه شفت ده يعني ليه شفت ده شفته ازاي أنا ما شفتهش بشكل مختلف بالمناسبة لأنه طبيعة الجمهور بيتعامل مع أي حالة بشكل فيه دحك أو تعامل بهذا الشكل يعني سخرية نسبية لا هو السوشيال ميدي ما بتهداش لا سلاح بالزبط ممكن يكونوا بيتكلموا عن أنه فيه لقطات ممكن يكون فيها يعني لقطة ممكن يبقى فيها تسلل كان المفروض يتحسل مثلا في لقطة هدف تاني أو كذا لكن بشكل عامل المباراة أديرت بشكل كويس فإحنا عارفين طبعا أنه رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي هو كولينة الحكم الإطالي الشهير الرجل ما بيهزقش ولما بيختار صح وبيقيم صح بيحط الرجل المناسب في المكان المناسب هل شفوا الله صح وأن اللي حصل لكن مجرد يعني لا أكيد ده طبيعي زي لتقال على قطر أنه في التنظيم مش هتقدر مش هتقدر وليس كلمت ولكن شفوا العرب قادرين بشكل أوه صحيح